مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش غدا قبل مباراة المنتخب المصري ضد المنتخب الليبي مؤتمر صحفي يقام في السادسة الثلث من مساء غدا الخميس للحديث عن مباراة ليبيا المقرر لها التاسعة مساء الجمعة في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر تصريحات لكابتن نواء الجمعة بيقول فيها كيروش يعتمد على اللاعب الأجهز لتنفيذ فكره لتحقيق أمال المصريين والحقيقة من الواضح جدا ومن كل الأخبار والمعلومات اللي جاي لنا من المنتخب الوطني إن هذا الرجل كارلوس كيروش يمتلك شخصية قوية جدا على فكرة معظم البرتغاليين بيمتلكوا هذه الشخصية هي بتبقى شخصية محبوبة قوية جدا ولكنها محبوبة من الواضح أن كل اللاعبين في المنتخب بيحبوا كارلوس كيروش وشايفين أنه هو شخصية قوية وشخصية قيادية إن شاء الله دايبان خلال المباراة يوم الجمعة القادم محمد صلاح بيعلن جاهزيته لمباراة لبيا بصورة مع زملائه من معسكر المنتخب وصلاح يهدي قميصه رقم عشرة لبيتسو موسيماني دي الصورة الحقيقة من بعد تدريبات منتخبنا الوطني الأخيرة وصلاح فيها بيعلن أنه جاهز لمباراة منتخب ليبيا دائما بيتحك الحقيقة محمد صلاح صلاح أيضا بيهدي قميصه رقم عشرة لبيتسو موسيماني والأخير أن ترمز لأطفال العالم لبيتسو موسيماني أهدى النجم محمد صلاح لعب نادي ليبربول الإنجليزي قميصه رقم عشرة للمدير الفني للنادي الأهل بيتسو موسيماني ونشر موسيماني مقطع فيديو من الحساب الرسمي لنادي ليبربول ويظهر به جمهير الريتزو هم يهتفون باسم محمد صلاح موجها له رسالة عبر حسابه بموقع تويتر حيث كتب موسيماني شكرا على القميص رقم عشرة الذي أرسلته لي أنا أشعر بالتواضع أن ترمز وقدوة وأمل للأطفال على مستوى العالم ولقد أثبت أن ذلك أمر ممكن وقابل للتنفيذ أيضاً مبارح كان كابتن محمد صلاح زي ما حضرتكم سمعته من الكابتن أحمد الجرحي المدرب العام لنادي الأهلي أو سلط النادي الأهلي الفريقين قاعدين في مكان واحد مع المنتخب الوطني فمحمد صلاح الحقيقة زار سلط الاتحاد البطولة العربية وتحدث النجم العالمي محمد صلاح مع محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وتمنى التوفيق للفريق لكرة السلة طبعاً ده كانت المقابلة قبل مباراة النهاردة والاتحاد السكندري أيضاً فاز في هذه المباراة ووصل للدور قبل النهاية وسيلقي نادي الأهلي ومجمعة القادم ودي بعض الصور من الاحتفالية وجود محمد صلاح فعلاً هي احتفالية وجود محمد صلاح في أي مكان احتفالية كبيرة جداً منتهى التواضع من النجم الكبير وحاجة جميلة جداً جداً